لأن لما جيه النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالنساء ما قالش يتق الله في النساء حتى لا يهجم عليكم أهلهن وإذا بالحرب تسعر بينكم كنا نحن عملناه سنة 2015 البنت بيقى تقول أنا جوزي من يوم ما مات أبويا وهو مسح بكلامة الأرض خلي بالكم من الكلام ده عشان ما ليش أهل يقفوا أصاده أنت في معركة يا روحي يا حبيب تعموا وأنا في حرب يا بيت النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما جيه يوصي بالنساء الصبيه من فوق استحللتم فروجهن بكلمة الله بنفس النص كده بكلمة الله والعوال عندكم يعني أسيرات عندكم يا أيها الرجل اعلم أن امرأتك أسيرة عندك الأسير ده جيه فيه آية آيات طبعا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة حسن معاملة الأسير من الدين مش كنبلوموه فكأن المرأة أسيرة حتى الهاجر صورة النساء على الشمال وهجروهن في المضاجع الهاجر يكون في السرير وبعدين تتفق مع جزها على أن الحياة impossible بالفرنساوي impossible في اللغة اللي بفهم فيها شوية استحالة الحياة من الناس وحنسيب بعض يطلعها وتوفي العدة في بيت الزوجية هو اللي يخرج يرجحها في ثلاثة شهر يقيم يقطعه الحبل وكل واحد يروح لحاله نظام غضبانة عند ماما ده قسما بالله العلي العظيم ما فيه ريحة الشرع ولا ريحة الدين